بآفاق واعدة في زراعة دوار الشمس أول تجربة لها بولاية الشلف تجد لنفسها طربة خصبة بدائرة الكريمية معلنة نجاحها بعد أشهر قليلة من تبنيها بأظهار باسقة يانعة مع أول تجربة قدروا نقولوا نجحة الانتاج هكذا على حساب من الشفوع من على أموة كسب التحدي كفلته الدولة دعما ومرافقا وعكفت على تجسيده ميدانيا المصالح الفلاحية عبر فرق تقنية مرافقة ومرشدة المصالح التعامة تقوم من بداية تحضير التربة تقوم بالمرافقة تحذي الفلاح في كل الاحتياجات التعوي وفي كل تطبيق البطاقة التقنية لهذا الشعب ولوج الشاب خير الدين إلى عالم زراعة دوار الشمس لم يكن صدفة بل جاء بعد تكوين وتأطير متكامل فكان له في ضمان عملية تلقيح شاملة للحقل جلب سناديق للنحل ضمن عملية انتاجية مزدوجة متبادلة العمل ينقوم بهنا يعني كما نقول نحاول نحل لنا يجبنا هذا الجهازي باش يرعى كما نقول في الدوار هذا بعد الشمس فيه الرحيق على الجواية ممتو غيظة للنحل وروند متعاسل وثانيك للنبتة ثانيك وين تلقح مصادر نقوله نحن الزريعة لكانت النبتة هذه تخرج خلنا سيكونت بورسولة مع النحل كامل تلقيح التعاحة كامل تحت لنا سون بورسول زهر نمو كامل هي زراعة ببعد استراتيجي متعدد الجوانب فلاحيا بكسب تربة صالحة لزراعة منتجات مغايرة بعد حصاد المحصول واقتصاديا بتحقيق انتاج لزيت المائدة والعسل انتاجا محليا ذي جودة في أرضية خصبة مراهنة على سدادة رؤية الدولة لشعبة زراعة دوار الشمس المستقبل الواعد